ذلك أن استقلالية المؤسسة الدينية مسلوبة من أنظمة الحكم ولا بد أن يعمل العلماء على استعادتها ما هو الطريق لاستعادة هذا الحق السليب بالنسبة للعلماء؟ يعني هذه مسؤولية الحكومات لأنه إذا كانت كل الأوراق بيد السلطات ليس في السعودية فحسب بل في بلاد العالم الإسلامي فأعتقد أن دور الحاكم هنا محوري خصوصا حينما يقتنع هو بأن وجود قدر معتدل معقول من الاستقلالية لهذه المؤسسة هو ضمان حتى للحاكم نفسه وضمانه لهذه المؤسسة أن تتآكل أو أن يزدر الناس ما يمكن أن يصدر عنها ويعتقدون أنه لا يعبر عن رأيها الصحيح منذ متى منح الحاكم العالم الحق في استقلاليته؟ دائما ينتزع الحق لا يمنح فيه فترات وعصور كثيرة ربما حينما يقتنع المسؤول يعني بأن هذه مصلحات وأنا أريد أن أقول أنه الوقت الحاضر الذي نعيشه الآن وقت مختلف تماما ربما أن ترى مثلا ما يجري في لبنان كحادث نراه اليوم بالعيان هذا الوضع يؤكد عندنا قضية أنه ليس بالضرورة أن تكون دائما الأحداث التي تطرقنا من الخارج هي التي تفرض علينا أحيانا القرار أو الموقف الذي قد يكون صحيحه كان مفترضا يتخذ منذ فترة طويلة فأنا أعتقد أن هناك الآن بقدر ما نعاني أزمة فهي في الوقت ذاته ربما تكون فرصة جميلة لأن يتم تصحيح بعض الأشياء وإعطاء هذه الجهات دورها هناك سلوب آخر ربما يكون مهم في هذا وهو قضية أن يكون هناك نوع من الاختيار أو ما يمكن يعبر عنه بالانتخاب من خلال المجامع العلمية من خلال الجامعات الشرعية من خلال أجهزة أو مجالس لها اعتبار علمي أن يكون لها مشارك وهذا كان موجودا في عدد من الجامعات ويمكن أن يستفاد منه في اختيار من هو أكثر كفاءة هناك الجانب الثالث وهو مسألة المطالبة والمغالبة بمعنى أن هذه الهيئات ليس فقط أن مهمتها هي أن تعمل من خلال نظام يقرر عليها بل ينبغي أن يكون هناك نوع من الإبداع والابتكار في اختراع أساليب جديدة لعمل هذه الهيئات لكيفية اختيار الأشخاص من خلال مثلا مركزهم العلمي من خلال بحوت ودراسات من خلال مؤلفات من خلال أساليب تضمن وصول الأكثر يبقى الأمر الأخير وهو ما يتعلق بما يمكن يعبر عنه بالهيئات المستقلة غير المرتبطة بالحكومات وهذه ربما يقل أن تجد لها نموذج أنت ضربت مثال بالهيئة أو الاتحاد العالمي لهيئة العلماء المسلمين طبعا هنا أنت أمام اتحاد نعم هو عالمي بمعنى غير مرتبط بهيئة معينة قد يرى البعض أن هذا الاتحاد يشكل أحيانا النوع من الولاء لمجموعة معينة أو فئة معينة أنا في نظري ليس مطلوبا أن الإنسان يتخلى أو يتجرد نهائيا من كل معاني الانتماء لا لبلده ولا لوطنه ولا لهيئة معينة أو جهة أو حتى مثلا حزب أو جماعة لا المطلوب قدر معتدل من اليقظة والتجرد يستطيع الإنسان به أن يكون عنده فعلا حرية في ما يقول هذه الهيئة أنا أرى أنها بداية وإن كانت بداية غير لا زالت في طور النمو ومن الصعب أو من السابق لأوانه الحكم عليها من خلال مجلس أو مجلسيا نعم استطاعت أن تستحوذ على عدد من العلماء حتى من السعودية شارك فيها عدد من العلماء ومن دول الخليج ومن غيرها كان هناك بداية لكن ما أستطيع أن أقول لك بالضبط أن هذه الهيئة يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في هذا الجهة فيما قلت شيء خطير جدا وهو مسؤولية الحكومات أو انتظار العلماء للمنح التي تأتي أو الفتاة الذي يمكن أن يمنى به الحكام عليهم حتى يمنحوهم تلك الاستقلالية الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي وهو إمام الحرم المكة أيضا دعا في لقاء مع الصحفين في 7 فبراير الماضي على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض إلى توسيع صلاحيات مجلس الشورى وقال أنا وزملائنا تطلع لمزيد من الصلاحيات ولكننا لا نحارب للحصول عليها لأن المسؤولين أنفسهم صرحوا بأنهم يردون أن يعطوا مزيدا من الصلاحيات للمجلس هنا عملية انتظار الحاكم بشكل دائم انتظار العالم للحاكم أن يمنى عليه أو يمنحه أو يتفضل عليه أو يسمح له بهامش معين من تلك الصلاحيات أما يعتبر تقصيرا من العالم في المطالبة والإلحاح والمغالبة في الحصول على حقي حقيقة لما قلت انتظار أنا ذكرت أربع حلول منها أنني من هذا الموقع قلت يجب على الحاكم في أي بلد أن يراعي استقلالية السلطة الدينية وأن هذا في مصلحته هذا الجانب ثم ذكرت الحل الثاني أو الثالث وهو المطالبة والمغالبة من قبل المؤسسات الدينية نفسها أنه يجب أن لا تقتصر على مجرد أداء دور مرسوم لها بل أن تفكر فيما يحفظ لها قوتها ونفوذها وتأثيرها عند الناس فأنا أعتقد أنه يعني يجب أن ندرك أخي أحمد أنه يعني يظل في النهاية وجود قرار له أهمية في ظل الترد السياسي الذي تعيشه الأمة إن عكس ذلك على كفة مناحي الحياة ويرى كثير من المراقبين إلى أن الأمر وصل إلى حد الفوضى فيما يتعلق بالفتوى بداية ما هي أهمية الفتوى بالنسبة للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدين هو أهم وأعظم مكونات الأمة هو لا يلغي المكونات الأخرى كالجغرافية مثلا أو الابتماء العرقي أو القبلي أو أي اعتبار آخر لكنه هو الذي يربط هذه الأجزاء المختلفة من الأمة هو يوحدها وهو الذي يرسب لها معالم المستقبل ولذلك فإنني أعتقد أن الحديث عن أهمية الدين وبالتالي أهمية الخطاب الديني في حياة الأمة قد لا يحتاج إلى حديث كبير أما ما يتعلق بالفتوى فهي جزء أو فرع من هذا الموضوع لأنها هي بيان حكم الله سبحانه وتعالى أو بيان ما يراه الفقيه حكما شرعيا إجابة على نازلة أو سؤال من الأسئلة وفي تقديري أن هناك أهمية كبيرة لكن يلخص في أربع نقاط ما يتعلق بهذا الجانب ما هي؟ أولا قضية حفظ الشريعة لأن المفتي أو الفقيه هو عبارة عن متخصص في الشريعة وكما نحن نؤمن بتخصصات في كل ألوان العلوم فإنني أعتقد أنه يجب أن يعاد الأمر إلى نصابه بحيث أن يكون فيه رعاية للاختصاص نعم من حق أي أحد يتحدث في القضايا في حدود معينة لكن ليس صحيحا أن تكون الفتوى الشرعية كلأ مباحا لكل من هب ودب ودرج والكثيرون يقولون مثلا أنه لا يوجد في الإسلام كهنوت أو لا يوجد رجال دين صحيح لا يوجد كهنوت أو رجال دين بمعنى أن لهم حق فهم وتفسير الكتاب والنص المقدس لكن يوجد متخصصون ينبغي أن يكون لهم أو لفئة منهم نوع من المرجعية وفي القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وأيضا في الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نلاحظ مثلا أنه في القنوات الفضائية في الإنترنت في المجالس في المجامع أن هناك أحيانا نوع من الجرأة على الفتوى بحيث أنه أحيانا تجد أن من الناس أو عامة الناس قد يتردد في الفتوى في قضية صغيرة جدا تتعلق به هو في الوضوء أو الطهارة ويسل الفقي عنها فإذا جاءت القضايا الكبرى الشائكة العميقة التي تخص الأمة أصبح هناك نوع من الجرأة عليها بينما مفترض أن تقلب المسألة بحيث أنه التطرف في السؤال عن التفاصيل والجزئيات التي لا داعي ممكن الإنسان يعني يجتهد فيها البعض يرى أن الأمر وصل إلى مرحلة الفوضى في الفتوى وأصبحت الآن عبر الفضائيات وعبر الراديو تسمع أشياء كثيرة جدا لكن هناك بعض الفقهاء يرون وجود ضوابط للفتوى حتى يصبح المفتي مثل القاضي لابد أن يرى المستفتى له وأن يسأله وأن يتفحص الأمر منه لا أن يكون الأمر هكذا كما نشاهد ونرى أنا في نظري أن الفوضى جزء منها موجود مثل ما ذكرت خصوصا الفوضى في القضايا الكبرى مثلا قضايا الجهاد قضايا المال قضايا الأمة النوازل التي يفترض أن يكون في إحكام ما أسباب هذا انتزاع الأمر من العلماء إلى هذا الحد وأصبح الجميع يفتي فيه ويتحدث فيه قد يكون السبب الأول في نظري أولا العلماء لأن هناك فراغ لا بد أن يملع فإذا تأخر العلماء عن دورهم ولم يقوموا بواجبهم ولم يبينوا البيان في وقت الحاجة أصبح الناس يتجرؤون لأنه لا بد أن يتحدث الناس عن هذه القضايا وخصوصا في مثل الأوضاع التي نعيشها أعتقد أن الأمة تعيش وضعا يصح أن نقول عنه أنه وضع استثنائي بكل جدارة فإذا تأخر العلماء عن دورهم إما لعدم وضوح الصورة عندهم أو في انتظار نوع من التوجيه لهم ترتب على ذلك أن يقتحم الناس هذه الأسوار وتحدثوا وتسقط أو تضعف هيبة المؤسسات والسلطات الدينية ثانيا هذا أولا الجانب الثاني ربما يكون ما يتعلق بحفظ الهوية أعتقد مثلا أنه إذا قلنا مثل ما ذكرت قبل قليل أن الهوية الإسلامية هي أهم مكونات الأمة فيه تعرض بدون شكل الاهتزازة لها من خلال الضخة البث الثقافة الأمريكية الثقافة الغربية ثقافة المتعة الإباحة الجنس الإغراء الأفكار أيضا البعيدة عن قيم هذه الأمة وأعتقد أن الكثير من شباب وفتيات الأمة يواجهون صعوبة في هذا الجانب ثالثا فمهمة حفظ هذه الهوية أساسية جدا في دور العالم ومهمته الجانب الثالث ممكن أن نعبر عنه بحفظ التوازن داخل الأمة وأقصد بالتوازن أن أي مجتمع سواء نظرتي إلى المجتمع السعودي أو أي مجتمع خليجي أو عربي أو إسلامي ستجد أن هذا المجتمع على الأقل في الظروف الحاضرة هناك مكونات عدة له مثلا المجتمع العراقي من بين عرب إلى أكراد إلى شيعة إلى سنة إلى فئات مختلفة جدا وأعتقد أنه مهما يكون من السلبيات في هذه الأوضاع إلا أنه ينبغي أن نحافظ على القدر الموجود الآن لألا تترد الأمور إلى ما هو أسوأ فيأتي دور العالم أو السلطة الشرعية أو المؤسسات الدينية صح التعبير أنها تحكم علاقات جيدة مع كل الأطراف وتتمتع بتأهيل أخلاقي قوي يمكنها من أن تلعب دور في هذا الجانب الذي هو حفظ التوازن لألا ينفلت الزمام داخل هذا المجتمع أو ذاك أخيرا هناك مسألة ممكن نقول إقامة الحقوق أو حفظ الحقوق لأن الحقوق تتعرض للاهتزاز وتتعرض للابتزاز خصوصا حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون المطالبة بها وبالتالي هم بحاجة إلى سناد لهم يفترض أن يوجد مؤسسات كثيرة كما هو الحال في العالم الغربي تقوم بحفظ تنظيم جهود هؤلاء الناس وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني لكن أعتقد أن أهم وأعظم مؤسسات المجتمع المدني هي المؤسسات الدينية التي مشانها أن تقف في صف الضعيف وتحميه وتحفظ حقه ولست أقصد بهذا أنها تتحول إلى أن تثير مثلا أحقاد بعض الأطراف على بعض هذا لا يعني حفظ الحقوق أيضا لا يلزم أن تكون المؤسسة الدينية يفهم أن يجب أن تمارس دور المعارضة كما أشرت قبل قليل لا المؤسسة الدينية لا يفترض أن تمارس دور المعارضة للسلطة كما أنه لا يفترض أن تمارس دور التوقيع المطلق والجريان ورأي السلطة